أول خبر النهاردة ملف التعليم دلوقتي طبعا خلاص بدأت النتائج في الظهور خصوصا في السنوات اللي هي المرحلة الابتدائية سنوات النقل وما إلى ذلك المدارس بدأت بالفعل في إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لصفوف النقل عمتا خاصة للطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي ولسه كنت بقول لقايا هل فعلا الرابع والخامس واللي عندهم أطفال صغارين كده بيحسوا أنه فيه حدث في البيت طبعا حاجة مهمة وألف وبروك على كل ولادنا بس إيه نهات دي مشونوحنا صغارين نبتدي ندق على رابع وخمسة ابتدائي يعني واحدة واحدة كده المهمة وجهت مدريات مديري المدارس بإعلان النتائج للطلاب وده طبعا بعد إضافة درجات الفصلين الدراسيين وأعمال السنو وكمان أعلنت وزارة التربية والتعليم طرق وضوابط تقييم الطلاب في الصفين الرابع والخامس الابتدائي وضحت أنه ده بيعتمد على نظام التقييم على قياس المخرجات اللي أخدوها في التعليم للمواد الدراسية المطورة ودي المواد الدراسية مش اللي في الصف واحد لكن في الصفين الرابع والخامس يعني إيه هيا كل بيعتمد التقييم على المخرجات وعلى اللي استفادوه الطلبة من خلال سنة رابعة وخمسة ربنا يا رب ينجح كل ولادنا وبالراحة على الأطفال ربنا ينجحهم يا رب يعني بس أنا معاكي طبعا رابعة وخمسة سنوات سهلة جدا بالنسبة مثلا للسنوات العامة اللي بيكهربوا ولادهم في السنة دي لكن بحس إنه السنوات دي طبعا سنوات تمهيدية بس مهم جدا إنه الأمة والأب بيكافؤوا ولادهم لو جابوا نتيجة حلوة طبعا وإنه طب لو ما جبتش درجة حلوة فممكن يبقى فيه يعني سنة لهم مثلا مش هقولها يا قاب بس عشان يتعلم إنه يعني الحياة ما هيش سهلة أنا فاكرة كويس في رابعة بتدقي لما نجحت أو في خمسة والله مش فاكرة قوي سكتلي كرومبا فاكرة عروس الكرومبا دي كانت مشهورة قوي زمان طبعا من كده احنا عارفنا احنا من أن وجيل بس يعني فكرة المكافأة في السنوات الصغيرة دي بتشجع وبتحفز إنه الطفل يبقى يركز أكتر يبقى ينامي مهاراته وما إلى ذلك على كل التوفيق لكل الطلبة والطالبات ومبروك على كل أجازة بقى